شارك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة بالفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني وده يمكن جزء من كلامنا النهاردة أنا وزملائي الأعزاء طيب ده الاستكمال الجهود الدولية لمساعدة لبنان على تجاوز التحديات اللي بتمر بيها لبنان الصديقة الشقيقة الجميلة الرائعة خد بالك إنه الرئيس قال إيه؟ قال حاجة مهمة قوي قال إنه المشكلة دي بتزداد تعقيدا يوما بعد يوم وإنه ليها جانبين أو كان ليها جانبين سياسي مرتبط بالاقتصاد وفيها كمان في كلمة الرئيس الحاجات الأمور المتعلقة بجهد مصر أو بجهود مصر لدعم لبنان من وقت مرفق أو حدث التفجير اللي حصل أو الانفجار اللي حصل في مرفق بيروت من 12 شهر 365 يوم النهاردة لحد دلوقتي مصر لم تترك لبنان على الإطلاق وفي دول كتير الحقيقة طبعا برضو لم تترك لبنان على الإطلاق يمكن اللي كان بيحصل النهاردة ومشاركة الرئيس النهاردة قد تكون مش هقولك بقى هنسميها إلقاء حجر في المياه الراكدة فليست المياه راكدة وليس ما حدث اليوم مجرد إلقاء حجر أنا باعتقد اللي حصل النهاردة هيبقى بداية حقيقية لحل الأزمة الليبنانية الرئيس الحقيقة في كلمته اتكلم على مسألة الارتباط الوسيق بالأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية وده طبعا محدش يقدر يقول فيه كلمتين لأنه هي دي الحقيقة دي الحقيقة المسألة بتزداد تعقيدا يوما بعد يوم مع استمرار أزمة الفراغ الحكومي الرئيس جدد الدعوة بضرورة إنهاء هذا الفراغ الحكومي ليه الرئيس بيجدد هذه الدعوة لأنه بيقول يا جماعة هذا فيه ضرق لمخاطر انزلاق لبنان لنفق مظلم لا رابح فيه أظن الكلمة شديدة الوضوح من فخامة الرئيس الإشارة شديدة الوضوح الرئيس لا يريد للبنان سوى استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي كامل الرئيس بيقول لكل الأطراف في لبنان لو سمحتوا كفوا عن هذه التجاذبات والصراعات الإقليمية وبيأكد الرئيس إن المجتمع الدولي على استعداد لدعم لبنان فورا إنهاء أزمة الفراغ الحكومي يعني لبنان يشكل حكومته هنا المجتمع الدولي هيقدر يشتغل مع الحكومة لكن المجتمع الدولي يشتغل مع دولة ما فيهاش حكومة إزاي هيساعدها إزاي هو ده المهم لو حصل عندنا تشكيل حكومة يعني نحن دلوقتي المفروض إنه هيشكل حكومة نجيب ميقاتي ويمكن فيه حاجات كتير بتدور في دماغي في مسألة إنه تشكيل الحكومة هيبقى من خلال نجيب ميقاتي هو رجل محترم بالمناسبة بس هنبقى نتكلم عليها في وقتها لكن تتشكل بس الحكومة يعني نجيب ميقاتي ينجح في تشكيل الحكومة ومن هنا يستعيد المجتمع الدولي ثقته في وجود دولة عارف بروح أتكلم مع مين المسألة في لبنان زيما حضراتكم عارفين رئيس دولة رئيس حكومة ورئيس لمجلس النواب اللبناني لازم تتشكل الحكومة ومن ثم نبدأ خارطة طريق الإصلاح اللبناني ماشي الكلام؟ أرجوكم 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 إخواتنا وأصدقائنا وزملائنا في لبنان أرجوكم مش إحنا اللي هنوصيكو على بلدكو بس إحنا خايفين على لبنان زي يخفكم عليها ومش هقول أكتر